السلام عليكم وليكم شاء الله لكم خير شاء الله لكم لاحباكم أستاذ أمي التاتي لكم جرا فيها كل أدران يجيش من الفيديو القوية قاعد على المصطلحات على الوحدة الاثنين الثورة الجزائرية المصطلحات اللي بثاف تخافوا منهم ولي بثاف يقولوا كيفاش يتعه وكيفاش يجيو كفاش نحفظ نوت الفوليه كتابنا هذ الأمور قرح تنحيهون يوا بإذن الله شوف نوت 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 تقرأ 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 كيفاش ما تقولي شعيات وكذا وما قدر شوبر ليت الاسبور كين بزيب الأببال بلي فيكم اللي قرح تشاهد الفيديو ورهو دعوا في بلوبالي أنا خلاص بردين الاسبور من الباك هذا ماكيش حاجة مردين والاسبور منها حتى يفقيقا للخرام اكيد شوف راكي ميتان الصغير ودخولوا في القرايا الطبيب الطبيب يجيبولوا واحد خلاص في قد الامل فيه وش يقولهم اعروا انسيه انسيه يقولك لا تنصوه ويراك يعيش اكشيف ميقولش هانا خلاص انتوه ربدا سيبوا وخلوها يموت لا لا يسيين بدأ الى كتب ربي خلاص وإلا ما كتبش ربق ايموت هكذا كحناية ما نحبش. قيقة الاخر كل ما نجيب نقول بلي تعبت وخلاص وراح نحبس وخلاص ما نجيبش الباق مآه نجيب 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 نخدم 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 ما كنش كيفاش نحبس قاع ما نحبش مما تلمها الفيدة نقعها العام الجاي شاء الله. هكما يا. مما سوديزون هات العام جبت الباق بعشرة العام الجاي شاء الله عاودوا جيبوا كتر. هكذا. هكذا. موح تلقى لها باز هدي وتلقاه في حياتك وما كاش حاجة حتندم عليها. ما ملت تلقى لقيقة الاخرى ما عشتندم. فقدر شمعها. ماشو ما نطلوش عليكم. ماشو ما ننطرش بزاف. راح نبدأ. راح نبه هكا الحاجة. انه مصطلحات الطورة الجزائرية. ماشي كما مصطلحات الحرب بالباردة. علاج. تعتمي الطورة الجزائرية من داك بزاف على السند. وش معنى على السند? بعدها من داك يقدروا يطحوا لكم مصطلحات ما كاش في كتابات. وما كاش في الدروس وما كاش. يعني هنا يوم مصطلح يجيبهم السند. تعني راح تشرحوا. مثلا نحن نوصيك حاجة بزاف نوصيها. ونعاودها 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 ونعاودها. راح نركز عليها ان شاء الله. راح نقول لك بالمصطلح حتى على الثورة. اقرم ليح السند وعاود. بس تقدر هادو ما يكونوش بالبار. لرامة هنا. ما نشو نقول لك اقدر ما تحفظها مش. ولكن تقدر تعتمد الثورة على السند اكثر من على الكتابات الخارجية والعبوة على المصلم والخاصة. اقدر يا جماعة صاحب. نظمي. عندي منا المصطلحات اللي تخص الشكور. اللي فرنسية. هالجهة. كان مصطلحات الفرنسية اللي تخص فرنسا. شوف. مصطلحات اللي تخص الجزائر. واذا قالوا الجزائريين? اول حاجة قام بها الجزائريين هي الاحزاب الوطنية. كي عرفنا بلي فرنسا مرة ما يراهيش رايح تخرج من الجزائر. قلنا بلي لازم نديلو احزاب وطنية. باش نتكلفو 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 بالقضية الجزائرية. بورا نها رايحين الف وتمانمية وتلاتين دخلت ثموصة الجزائر ما باش وقتاش تخرج. هلسن الشعبية ذات الطابع السياسي. شوف كيف بدأوا جسائرين نظروا بطريقة سياسية. معنا شكل يبدأين نظر الشعب. وقلوا هي مجموعة من التنظيمات السياسية. من التنظيمات الشعبية ذات الطابع السياسي. لماذا الطابع سياسي؟ لذلك لم يكن اخفلوا بالجانب المسلح. بدأوا بالسلاة بالسياسة. وقلوا ببعث الحرب العالمية الاولى. تنظيمات هذه ضهمت ببعث الحرب العالمية الاولى. مثل بثل هذا أمصبي بد付 الحجم شمال إفريقيا 1926 بعد الحرب العالمية الأولى جمعية علماء المسلمين بعد الحرب العالمية الأولى تتكون من أربع طيارات المساواة الإدماج الاستقلال والإصلاحي هذه هي الطيارات التي كانوا存อยون في الجزائح إذا كنت تعرفت بأن تنظيمات شعبية ر bas Pouring 척aw و الآن خطيبت بعد الحرب العالمية الأولى تتكون من أربع طيارات لمساواة الإدماج الاستقلال والإصلاحي إذا هذن هذن ثم يسمى من الإحزاب الوطنية الحزب الوطنية اتناها حاجة بزب مهمة. اللي هي الطيام الاستقلالي. كان فيه مصال للحاج. ودهرت في ما يسمى حركة انتصال حرية الديمقراطية. وداخل الحركة ظهرت هيئة بزب لعب. بسم المنظمة الخاصة. او المنظمة السرية. 15 فبري 1947. هل تربح مصطلح وتاريخ. عارض تركح تعرف اش مهنة المنظمة الخاصة. وما انت ورح تعرف لي تاريخ تحاوى. 15 فبري 1947. مش هنقولو. هي المنظمة السرية اللي تتأسس في 15 فبري. 1947. حسن كم قائد محمد بل وزداد. كلفت بالتحذير للطورة الجزائية. المنظمة الخاصة هم اللي يبدأوا انشاءوا السلام. اللي يبريباريهم. ولكن يتأكدوا من عقم النضاع السياسي. ان السياسة محتي بوالو. ما اخذها بالقوة لا يسترجع الا بالقوة. ما فهم? اذا المنظمة الخاصة. وقتاش جاد 15 فبري 1947. حسن كم رئيس ديالها اللي هو المحمد بل وزداد. يوجد التحذير للطورة الجزائية. زين. طورة تحليلية. منظمة الخاصة حضرت التطورة وما تجاد التطورة فش قلون لها. هي رد فعل شعبي مسلح. والشعب يريد التطورة. مفهم معتها هي رد فعل شعبي باش ميح لا يطبق على النظمة؟ على هذر لا لا بالسلاح. هي رد فعل شعبي مسلح. عملك اجموعة من العمليات العسكرية بالهدف تحقيق الاستقلال. حلن نح marrow عملية عسكرية بالسلح بين واي وجiros نحب انو نصل للاستقلال. اذا نطورة رد فعل شعبي مسلح. عمليات عسكريةσι هدف تحقيق الاستقلال. زين. طيار تطورة. شكو كان هذاول هوそうですねكن لها هذه الثورة هي مجموعة من الشباب المتحمس المؤمن بضلورة العمل المسلح والثورة ويقول لهم أعضاء المنظمة الخاصة أعضاء المنظمة الخاصة ما قالوا المثالي الحاج؟ العمل السياسي لا يجيب نتيجة نحن نرى أن الصغار يعمل متحمسين كما أنتم مرة متحمسين يجيب الباك رغم حابين يديروا الثورة لكي يتخلصوا من الاستعمال الفرنسي ماذا كانوا متحمسين هم الناس الذين كانوا في المنظمة الخاصة أتفكر باليقول أن المنظمة الخاصة كلفت بالتحضير فنقول لهم مجموعة من الشباب المتحمس المؤمن المؤمن بطرورة العمل المسلح العاودة ما أخذها بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة وأهمهم أعضاء المنظمة الخاصة هذو الناس قائع باش دوي تريباليوا للطورة وشداروا النجمع داروا لنا الجنة الطورية لي بلحدة والعمل 23 مارس 1954 قولوا الهيط التي تأسست 23 مارس 1957 بعد انتسام حركة انتصال الحريات الديمقراطية ضمت الطيار المحايد والمركزيين بدأت في التحضير للطورة 1953 صراف الجزائر للأسف أزمة كبيرة في حركة انتصال الحريات الديمقراطية وانقسمت إلى ثلاث تيارة ميصاليين لتبعوا ميصال الحاج المركزيين اللي تبعوا بنيوسب بن خدا والمحايدين ما تبعوا لها لا لهذا 54 مصرة توحدوا المركزيين والمحايدين المحايدين مسجد فكركم هما أعضاء المنظمة الخاصة توحدوا كي توحدوا وش عطوني اعطوني حاجة تسمى لجنة الطورية للوحدة والعمل كي توحدوا وش عطوني 23 مرس 57 عليش ندارك باش تحضر من الثورة الجزائية فوق صراحة هدايا هادو قال عليش نداره تصفية الاستعمار تصفية الاستعمار هل هذا حاجة تقدرناه باش نصفية فرنسا من زي ما تتقاش؟ فنقولوا هي الجهود اللي بذلناها واللي بذلتها كل الشعوب مصريين مثلا الفيتناميين الهنديين هادو كانوا عندهم استعمار في بلادهم بدلوا جهود على عدة مستويات علاش اللي بذلنا هادو الجهود بدناهم يتحقيق الاستقلال ضد شكون كانت هادو الجهود ضد القوى الاستعمارية اللي هي فرنسا وبريطانيا المواثيق من خلال تصفيق الاستعمار كنا نديروا مواثيق مجموعة من القرارات المتفقة عليها تأخذ صفة المباد العامة والأساس مواثيق خلوهم يخرجون أوراق ميثاق يتفهموا على حاجة يكتبوها يتفهموا على نقطة يسجلوها يتديروا اجتماع اخر القرارات تتاولوا فهذا كامل يسبيهم بالمواثيق وش تقولوا عليهم مجموعة من القرارات المتفقة عليها اهم ميثاق بيان اول نوفمبر ميثاق صوماب ميثاق طرابلوس هذو قدرت تمدهم امثلة هنا كما يعني كيف صاحة الديبلوماسية وكاكملنا المستوى الداخل يكونوا رحوا المستوى الخارجي ماذا تقعوا وقلوا بالجهود مبذولة على المستوى الخارجي من اجل تالي بالقضية الجزائرية وكسب الاعتراف الدولي الجزائرين اسسوا الوفد الخارجي كما كنتم معي في الفيديو القدم شفتوا باللكين الوفد الخارجي يتكون من حسين اي تحمل احمد بن بلا ومحمد خيضر هذو كان يدروا عمل خارج الجزائرين اسمي وبالعمل الديبلوماسي ما هو العمل الديبلوماسي هو ايصال قضية الجزائرية الى المحافية الدولية وكسب الاعتراف الدولي مات الدول العالم يقولوا يعترفوا بلا دولية واخيرا الهجومات الشمال القسنطيني وقلوا هي الهجومات التي قادها زيغود يوسف في عشرين الهود الف وتسامية وخمسين في منطقة الشمال القسنطيني ضد مراكز عسكرية فرنسية نعاود هي هجومات بسلاح قادها زيغود يوسف وماذا من العام؟ خمسة وخمسين ضد مراكز عسكرية فرنسية وشمال القسنطيني اسمي حاجاتي بحاجة يو سلسل انتا بكر ربطوا جاوب في الباق واجيبنا الباق هكذا كيف؟ تعتزاير هامليك أغلبهم 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 لأنهم لا تنبهوا بكل حاجة ستكون في الباق اذا أغلب المصطلحة تعفونا هي في الباق تعتورة الجزائرية قادرتهم فرنسا هامليك شوف فرنسا وش دارة؟ سياسة الإغراء وماذا هذون السياسات يخلطون لها أولا ما معنى سياسة الإغراء تمثلت في المشاريع الاقتصادية التي قدمتها فرنسا من أجل عزل الشعب الجزائري عن القورة هي مجموعة من المشاريع دارتها فرنسا علش دارتها فرنسا لكي تعزل الشعب عن القورة الإغراء شوفوا تحب تكسب واحد من ذلك ولا تحب تبعدوا على حاجة تحب تحب تقوم بإغراء انطinetيك لسبابة أخرى يقول مما هناك ي resumes بهذه قريبة وثانا هذه القربة دارت مجموعة من الإجراءات للإغراء الشعب الجزائري فقلوا لها تمثل في مجموعة من المشاريع الاقتصادية بين اقتصاد شعب اشتغره بدراما من فوض من اجل عزل الشعب الجزائري عن الثورة اهمها جماعة هايليك هذا وهذا وشو قلو مشروع جاك سوستال نسبة لصاحبه سوستال وشو قلو مشروع جاك سوستال قام به الولي العام سوستال مجموعة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية هدفوها ابعاد الشعب عن الثورة دائما نحن نفس الهدف كان هنا هنا وش فلنا عزل الشعب عن الثورة هنا نفس الهدف مشروع جاك سوستال جاب الاغراء باش يغلل الجزائريين قدما جاك سوستال مساعدة مالية للجزائريين مساكن للجزائريين أراضي للجزائريين علاش يحبهم لا لا باش يدلهم الابعاد عن الثورة الجزائرية جا صاحب وشكول الرئيس الفرنسي شارل ديغول وقدرنا مشروع تسنطينا وقلوا لي مشروع اغرائي اعلن عنه ديغول الرئيس الفرنسي مش من العام 58 من اجل تحسين مستوى المعيشة للشعب الجزائري هنا بناك تقامل ماشي صح هذا اسمي وهدف ظاهري من اجل تحسين المستوى المعيشة للشعب حبيبين ديغول بالجزائريين نحن ستقملكم المستوى المعيشة ديغول مقول وهدفه الحقيقي القضاء على الثورة ديغول مكانش نيتو يستقم المستوى وكان نيتو يقضي على الثورة الجزائرية القوة الثالثة خرجت منها شاب كدر ديغول هذا يعقلنا هذا ديغول مجدل حكم الجزائريين القاريين الاطباء المهندسين المحامين اللي لغا ذلك اعطى لهم دراهم فنقولوا عليهم واحد كي اللي يعتقون عنده دراهم نقولوا عليه طابقة برجوازية يعني مرفة برجوازية وخير القاريين بعدها خير برجوازيين القاريين وش اسميهم برجوازيين القاريين اللي كانوا يخدموا مع فرنسا اسميهم بالقوة الثالثة بقولوا يا طبقة برجوازية متقفة من العملاء استعملتها فرنسا لتتكلم باسم الشعب الجزائري كنت تتهم فرنسا باش تتكلموا باسم الشعب الجزائري طبقة برجوازية متقفة من العملاء مثل المحتشدات وش نرى فرنسا هي مراكز عسكرية فرنسية اسمعني مليح مراكز عسكرية فرنسية كانت فرنسا تجمع تجمع الآهل من حولها استعمالهم كدروع بشرية فرنسا كان يأتي بالجزائريين وعندها مركز عسكري ودير الجزائريين من البرة تبعني مليح تفهم هذا مركز عسكري فرنسا تأتي بالجزائريين بالقوة تقول لهم ارواح تخرجهم من ديار ديرهم هناي على برة اكو معايا وما هذا وش دير تخليهم شي بوجيو أسكي الجزائريين يقدروا يهاجموا هذا المركز لماذا لا تستطيع ولكن لو كانت تهاجم المركز ستضرب الجزائريين لرمب البرة سمع الرصاصة الأولى ستأتي بالجزائريين لا تأتي بالمركز الفرنسي إذن عندي مركز نضع الجزائريين من برة حتى نتخبأوا بهم فرنسا تتخبأ بالجزائريين استعمالهم كدروع بشرية فرنسا محتشدات مخطط شان وموريس سيقولوا نسبة لجنرال شال وجنرال موريس هي مجموعة من الاجراءات العسكرية أهم إجراء ومشنوه إقامة الخطوط المكهربة على طول الحدود التونسية والمغربية ولنقرأ لكم هو نسبة لجنرال شال وموريس عبارة عن عدة إجراءات عسكرية كان إنشاء الخطوط المكهربة على حدود التونسية والمغربية سلم الشجعان استراتيجية اخترحها الرئيس الفرنسي شال ديغو وش قال؟ قال شوف مش نقولوا عليها استراتيجية سياسية أطلقها الرئيس الفرنسي ديغو سنة 1958 حيث دعا جبهة التحليل الوطني إلى تقديم السلح مقابل استقلال هذا نقولوا عليه وعد كاذب هذا وعد كاذب مش قال ديغو للجزائريين سلموا نفسكم رطيكم الاستقلال أو مليحة هايلة هادي وكان سلمنا نفسها مازالها فرنسا لليوم في الجزائر قالهم أنا أعترف بجبهة التحليل الوطني بالصح كينا حاجة نقدر نفريها معهم وش الليل يعطوني سلاح يعطي لهم الاستقلال يعطوني سلاح تخلاص الضورة فمسميه وهبي سلمة الشجعان المصاريح الإدارية المختصة لصاص وش تقولوا يا هي مكاتب أنشاءتها فرنسا بالجزائر بالقيام بالحرب النفسية سوف لصاص وشنو هي فرايس مكاتب كانت فرنسا أو تسمى بي الحرب النفسية كانت فرنسا تجيب الجزائريين تدخلهم وتجيب أطباء في علم النفس ويبدوا يحضروا مع الجزائريين ويقول لهم بالطورة ماشي مليحة أخطيكم منها يخوفوا الشعب الجزائري بالطورة يسيوي بعدوه على الطورة الجزائري اسميها بالحرب النفسية أو المصالح الإدارية المختصة أو مكاتب لصاص أخر حاجة كتأكد الجهس الشعب الجزائري من النجاح في الطورة الجزائرية ادخل في سياسة تسمى حق تقارير المصير ويقولوا أحد مبادئ ويلسون 14 في هيئة الأمم المتحدة يعني يحق لكل شعب تقرير مصيره بنفسه دون تدخل سلطة أخرى أحد مبادئ ويلسون 14 يعني يحق لكل شعب تقرير مصيره بنفسه دون تدخل سلطة أخرى في نهاية الفيديو أنا أشعق لكل مصيرك رو في نفسك رو في يديك انت المصير ديالك باش تقرأ باش تجيب الباكران التعبوا على جلكم التعبوا على الجنة باش تفرحونا باش تفرحوا والديكم باش تفرحوا كالناس اللي يحبوكم تلقوا فيديوهات واحدة أخرى إن شاء الله خوتي ربي وفاكم شاء الله يتمنى لكم النجاح نجاح 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 والقوة القوة نود 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 وما تلقوش باش تقرأوا السلام عليكم